هذا كان لقاء مع لؤي صافي هناك تصريحات خلال مفاوضات جينيف لأنس العبدة هو من الفريق المفاوض الذي يتبع للمعارضة أو للإتلاف الوطني أحد الصحفيين سأله عن تنظيم الدولة الإسلامية فقال أن الجيش الحر مثل ما كسر رأس تنظيم الدولة بكسر رأس النصرة هذا التصريح سألته عنه في مقابلة وكان جوابه الآتي نقل عنكم تصريح إشكالي فيما يتعلق بكم حول تصريحات نسبت إليكم حول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وحول جبهة النصرة أدت إلى أخذ ورد ومحل إشكالي في مواقع التواصل الاجتماعي والسوريين عموما هل من توضيح فيما يتعلق بهذه التصريحات؟ أنا أشكرك على هذه لأنه فعلا هذه مناسبة للواحد يقول رأيه الحقيقي بهذا الموضوع نحن قلنا رأينا في داعش عندما كان يتحرج الكثيرون أن يقولوا رأيه وأن داعش فعلا تنظيم إرهابي لن يكون لا في مصلحة الثورة السورية ولا في مصلحة الكتائب المقاتلة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية والآن بان أمر داعش للجميع باعتقادي وأصبح ما نقول في الماضي القريب كانت أصبح مسلمة لدى الناس أما جبهة النصرة فمختلفة عن داعش وأنا آمل من جبهة النصرة أن تسحب بيعتها للقاعدة في أقرب وقت ممكن من أجل أن تكون أجندتها سورية خالصة أكبر فرق ما بين داعش والنصرة أن داعش كانت تدعي أنها دولة ولا ترى الآخرين رعاية حتى للكتائب المقاتلة وحاولت أن تفرض رؤيتها السياسية بالسلاح النصرة حتى هذه اللحظة تصرفاتها مختلفة تماما هي تدرك تماما أنها جزء من الكتائب المقاتلة لكن قناعتي أنه البيعة لتنظيم إرهابي مثل قاعدة لا يمكن أن يكون في مصلحة الثورة السورية ولا يمكن أن يكون في مصلحة السوريين هل يحجيكم الغرب في التعاطي مع هذا الملف؟ ملف القاعدة، ملف تنظيم الدولة، ملف النصرة وغيره؟ على الإطلاق أنا أقول لك أنه عندما تحدث الإبراهيم وعندما تحدث الوفد النظام حول الحديث عن العنف والإرهاب كنا مستعدين له بالعكس تماما لدينا أدلة ووقع بأنه أولا نحن في عنا داعش إرهابية ونحن اللي عم نحارب داعش بينما النظام عم يحمي داعش لكن مقابل داعش في مئة داعش عند النظام من حزب الله وماليشيات طائفية من إيران ومن العراق ومن اليمن وما إلى ذلك ما حدا يتكلم عنها ونظام عم يرعاها أصلا بقناعتنا أنه أكبر بيئة مناسبة للإرهاب هو عم يخلقها النظام من خلال استمراره وأكبر نظام إرهابي كإرهاب دولة عم يمارس إرهاب الدولة كما نرى أمام الجميع ونحن نحن 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 ن